بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين بسم الله الرحمن الحلقة الحادية الثلاثون بعد المئة الثانية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وقعتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا حياكم الله وبركاته حياكم الله أولا رسائد هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الإمارات العربية المتحدة وباعثتها إحدى بناتنا من هناك تقول ألف ميم ألف تقول أنا فتاة أبلع من العمر 17 عاما لأب يعرف الله جيدا وهو يداوم على الصلاة وذكر الله تعالى في كل حين وهو يعلم شرائع وأحكام الدين كلها والحمد لله ولأمة ولأم مسكينة تسلي وتصوم وتعرف الله جيدا وهي حقا جوهرة لا تقدر بثمن المشكلة هنا هو والدي حيث أن والدي مع الناس له وجهه ومعنا له وجه آخر إنه دائما يسب أمي ويشتمها وقد وصل إلى حد ضربها فهو أيضا يشتمنا ويضرب إخوتي الصغار ولا ينادينا بأسمائنا بل إنه يشبهنا أعزكم الله بالحيوانات مع ذلك فإنه بخير ويحب جمع المال كثيرا ويعطي أمي المال القليل بعد مشاجرة كبيرة وبعد ذلك يأتي ويسبها في أرضها ويقول إن لنا أولاد وإننا مبذر ورغم ذلك فأمي صادرة لا يسعها إلا البكاء على حالها نرجو أن توضحوا لنا ما جزاء أمي في هذه الحالة وما جزاء أبي عند الله نرجو منكم النصف وجزاكم الله خيرا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ما ذكرته السائلة أو السائل عن حال والدهم الصبر عاقبته حميدة الدنيا والآخرة لا سيما الصبر على أذى القريب لا سيما على أذى الوالد والزوج لأن الصبر على ذلك استدامة للعشرة والسيرة الطيبة ولأن ذلك وسيلة إلى صلاح الطرف المخطي واستصلاحه وإن ينصي هذا الزوج وهذا الوالد أن نشتكى أن نحسن سيرته مع أهله ومع أولاده وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم ويحتسب الأجر والثواب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لنسائهم أو خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله ويجب على هذا الوالد وهذا الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحسن إلى من تحت يده من زوجته وأولاده وأن يطيب القول والعمل لهم لأنه راع عليهم ومسؤول عنهم وهم رعية ضعيفة تحت يده وليتقي الله تعالى فيهم ولا يغلط عليهم بغير حق وليكن حكيماً في تصرفه وولايته من أجل ما يترتب على ذلك من المصالح الكثيرة والخير الكثير والأجر عند الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير وأحسن إليكم بعض الأبناء يتدخل بين والديهم بين الأم والأب وحينئذ يجسمون بعض القضايا هل من كلمة أحفظكم الله شيء صالح؟ نعم ينبغي للأولاد أن يتدخلوا بين والديهم بالإصلاح تسوية النزاع ولا يتدخلوا في إشعال الفتنة وتفريق العشرة بل يكون تدخلهم تدخلاً مثمراً مفيداً وإلا على الأقل عليهم بالسكوت وترك التدخل إلا في خير وإصلاح إن الإصلاح بين الناس فيه خير كثير ولا سيما الإصلاح بين الوالدين قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ويحعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نمتيه أجراً عظيمة وأن الإصلاح بين الأبوين ترتبوا عليه صلاح الوسرة سعادة الوسرة ترتبوا عليه مصالح كثيرة في البيت وفي الوسرة ويزول الشقاق بين الأبوين لأن الشقاق يدب بين الأبوين سرى ذلك إلى الوسرة وفرق أهل البيت وفرق الوسرة بينما إذا صلح حال الزوجين بينهم حال الأبوين فإن هذا الصلاح وهذا الوئام والوفاق يسري إلى أفراد الأسرة لأن الأولاد يقتدون بآبائهم الخير والشرق جزاكم الله خير وأحسن إليكم هذه البنت تصف أباها بأنه يعرف الله جيدا ويعرف الأحكام الشرعية كلها كما تقول وكذلك وصفت أمها الذين يصلون إلى هذا المستوى من الفهم لشرع الله ماذا عليهم شيخ صالح تجاه العلاقات الأسرية أولا علي هذا المدح وهذا من التزكية الله مستعان وهي لا تدري ولكن أما يقال في المثل كل فتاة بأبيها معجلة الله مستعان فهذه التزكية لها نظر الله مستعان أنه ما حصل ما ذكرت من الخلل إلا من قلة المعرفة بالله سبحانه وتعالى ومن قلة المعرفة للأحكام الشرعية وإلا فلو كان أبوها أو أمها على معرفة تامة بالله ومعرفة الأحكام الشرعية يتغطب على ذلك أصلاح السيرة والخوف من الله سبحانه وتعالى ولكن نرجو أن الله سبحانه وتعالى يؤمن علينا وعليه بمعرفته ومعرفته أحكام دينه والعمل بذلك جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم دور الزوجة في بيت الزوجية شيخ صالح من حيث كسب رضا الزوج ولا سيمة أمام الأطفال حتى لا تتجسد الأمور الزوجة يجب عليها أن تراعي حق زوجها وحق أولادها على صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن راعيتها الله أوجب على الزوجة طاعة الزوج المعروف وصيرها الحسنة وعدم إغضابه أو معصمته إلا فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى إن حق الزوج على الزوجة حق عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها الله تعالى يقول وللرجال عليهم درجة ويقول سبحانه وتعالى الرجال قوامون عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم جزيكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المنطقة الغربية وباعثها المستمعينها أخونا أحسن الله إليك كتب أسئلته كلها بالآلة الكاتبة وحينئذ فهي في غاية الوضوح له جمع من الأسئلة وكثير من القضايا نرجو أن يستفيد منها أيضا الإخوة المستمعون فهو يقول هل تعدد الأيمان يوجب تعدد الكفارات أم أن كفارة واحدة تزع عن كل الأيمان التي حلفها الإنسان ثم حنت فيها وهل هناك فرق إذا كانت من جنس واحد أو أجناس مختلفة وما مقدار الكفارة فالأيمان المتكذرة فيها تفصيل أولا إذا تكررت بعد التكفير فإنها تتكرر الكفارة لو فرضنا أنه حلف ثم كفر وحنث في يمينه ثم حلف مرة أخرى فإنه تلزمه كفارة أخرى أما إذا تكررت الأيمان قبل أن يكفر وكانت من جنس واحد وكان مجمها واحدا فإنها تكفي كفارة واحدة إذن فتكفي الكفارة الواحدة عن الأيمان المتكررة بشروط أولا أن يكون تكررها قبل التكفير ثانيا أن تكون هذه الأيمان من جنس واحد كالحلف بالله ومتكرر ثالثا أن يكون مجبها واحد لتكون كفارتها واحدة اليمين بالله عز وجل فإن مجبها واحدة وهو إطعام عشرة المساكين أو كسويتهم أو تحرير راقبة من لم يجدها صيام ثلاثة أيام أما إن اختلف مجبها كظهار واليمين بالله فإنها لا تتداخل فالكل يمين له كفارة وكذلك كما ذكرنا إذا حلغ بعد التكفير فإنها تتكرر كفارة عليه أيضا نعم جزاكم الله خير وأحسن إليكم لا أدري شيخ صالح إن همقت في قراءة الرسالة يسأل عن مقدار الكفارة يحفظكم الله نحن بينا قلنا كفارة اليمين نعم طعام عشرة مساكين من قوة البلد لكل مسكين نصف صاع وهو بالكيلو تقريبا كيلو نصف فيكون المجموع خمسة عشرة كيلو وزيعها على عشرة مساكين لكل مسكين كيلو نصف وبالآصع هي خمسة آصع نعم يقسمها على عشرة لكل مسكين نصف صاع طيب طبعا كان من التمر أو من الغر أو من أي طعام يوكلوا في البلد أو كسوة عشرة مساكين نعم كل مسكين ثوق طيب أو عتق رقبة أي عتاق عبد مملوك مؤمن عبد مؤمن مملوك يعتقه لله عز وجل هذه الثلاث مخير فيها أي واحدة فعلها أجزاء طيب وفضلوا العتق نعم إن لم يجد شيئا من هذه السلاس فإنه يصوم ثلاثة أيام وذلك لقوله تعالى كفارته قال تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون آليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تشكرون فإذا لم يجد واحدا من هذه السلاسة كما سبقها إنه يصوم ثلاثة أيام بعض الناس يغلط نعم ويظن أن الصيام هو الذي يبدأ به ولا يعرفون أن الصيام نعم مختار هذا غلط لأن الصيام هو آخر مرحلة لمن لم يقدر على اخصال المذكورة المذكورة قبله نعم جزاكم الله خير وأحسن إليكم يقول قرأت في أحد الكتب أن التمر إذا بلى 612 كيلو جراما أنه تجيب فيه الزكاة ولدي بعض الأسئلة حول هذا الموضوع جزاكم الله خير أولا هل يدخل في مقدار نصاب الزكاة التمر هل يدخل في مقدار نصاب زكاة التمر ما يأكله المزارة وأهل بيته وما يتصدق به وكذلك ما يهديه أولا المقدار النصاب التمر وما جاء في الحديث خمسة وسق طيب والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي طيب يكون إذن المجموع ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي طيب ثلاثمائة صاع نعم بالصاع النبوي طيب والصاع النبوي يقالب 3 كيلو طيب في الوقت المعروفة الآن فإذا بلغ التمر هذا المقدار أو أكثر وجرت فيه الزكاة وهي العشر وكان هذا التمر يسقى بدون مؤونة أو نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة وكلفة بقية السؤال بقية السؤال يقول هل يدخل في مقدار نصاب الزكاة ما يأكله المزارع وأهل بيته وما يتصدق به وكذلك ما يهديه الذي ينوق المزارع من النوايب ما يأكله هو أولاده قبل جذال التمر أو ينثقه على هذه الثمرة قبل جذالها إنه لا زكاة فيه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم السعاد الذين يخلصون الثمار أن يتركوا في المزارع أن يتركوا له ما بين الثلث والربع من أجل تكاليفه وما بقي من الثمر نعم وحصل عليه صاحبه بعد جذاد فإنه يخرج منه الزكاة الزكاة تجب يعني تجب بمطيب الثمار إذا طابت الثمار وجبت الزكاة فيها لكن لا تستقر إلا بعد التمكن منها وجذاذها والحصول عليها حين يستقر الزكاة فلو تلفت الثمار قبل ذلك بدون تفريطاً من صاحبها ولم يتمكن من جذاذها فلا شيء عليه أنه لم يتمكن منها وتلفت بعافة سماوية نعم لا صل على الإنسان فيها نعم فإنه لا يجب عليه شيء لأنها تلفت قبل استقرار الوجوب نعم جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم إذن ما يأكله المزارة وأهل بيته وما يتصدق به وكذلك ما يهدي لا يدخل في النصاب الشيخ صالح ما يأكله قبل قبل استقرار الوجوب قبل استقرار الوجوب نعم أقول أخونا أنه تستغرق عملية الجذاذ فترة من الزمن فهي تستغرق شهراً أو أكثر فمتى أخرج الزكاة هل في أول الحصاد أم في آخر يخرج الزكاة إذا استغل عليها وحصل عليها بالجذاذ إنه يخرج الزكاة منها وإن أخرجها قبل ذلك فلا بس طيب إذن لا يشترط أن ينتهي من جذاذ التمر من النخيل كله ثم يخرج الزكاة لا يشترط هذا لا يشترط سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ الذي لم يبلغ النصاب ليس فيه زكاة أحسن الله إليكم جذائكم مصورة الوجوب نعم وحصل النصاب جذائكم الله خير إذا أنا أخرجت زكاة التمر وقت حصادي وكنت بتخزين الباقي لمدة عام أو أكثر فهل يلزمني إخراج الزكاة مرة ثانية زكاة الحبوب والثمر مرة واحدة فإذا خزنها لحاجته ألا زكاة فيها ولو باقيت أكثر من سنة الحمد لله وتلك الحاجة هل لها مستوى معير ربما خزنها أو اختزنها للتجارة الشيخ صادر إذا خزنها للتجارة تجيب فيها زكاة كل سنة تجيب فيها الزكاة في كل عام لكن الكلام على إذا خزنها لحاجته من الاستهلاك ونفقته نعم يحفظكم الله جزائكم الله وخير يقول اشتريت ألف كيلو ترام من التمر وخزنته ومر عليه حول كامل فهل عليه زكاة؟ مثل ما ذكرنا إذا كان خزنه لحاجته ونفقته فلا شيء فيه طيب وإن كان خزنه للتجارة إنه يكون من عروض التجارة جزائكم الله خير جزائكم الله خير هل تجيب الزكاة في الخضروات مثل الملوخية والبامية والجرجير والفجر والخيار والحبحب والخربز والطماطم والبادنجان ومعامق دائر الزكاة في ذلك الزكاة إنما تجيب في كل أمر أو حب وكالو والدخل طيب للإقسيات أما الخضروات والبقول فهذه إلا لكاتذية طيب لأنها لا تتال ولا تتدخل طيب من المعروف شيخ صالح أنها أصبحت نوع من أنواع التجارة فكثير من المزارع يزارع في هذه الخضروات المذكورة وغيرها أيضا ويتخذها كتجارة هل من توليه آخر يحفظكم الله؟ إذا كان يزرع هذه الخضروات وهذه البقول ويبيعها ويحصل منها على نقود فإنهم يزكي النقود إذا حال عليها الحول يزكيها زكاة نقود إذا حال الحول على النقود التي استحصل عليها من خضرواته ومزرعاته فإنهم يزكي النقود يعني يخرج منها ربع العشر بعد أن تتدخر تلك النقود لمدة عام تكريبا إذا حال عليها الحول إذا حال عليها الحول الذين يقولون إن زكاة هذه الأشياء في يوم حصادها كما هو الحال بالنسبة لبعض الثمار ما قول الشيخ صالح أمام هذا القول يحفظكم الله الذين يجيبون الزكاة في البقول وفي الخضروات نعم قولهم مرجوح الله مستعر قولهم في ذلك مرجوح والراجح أنها لا تجيب إلا في كل حب وتمر يكال ويبدخل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بلا وسط جزاكم الله خير وأحسن إليكم سمعت أو قرأت أن المحاصيل الزراعية التي تجب زكاة في عينها هي كل ما يكال أو يوزن وتخرج الزكاة وقت حصادي أما ما لا يكال ولا يوزن فليس في عينه زكاة وإنما الزكاة في قيمته إذا حال عليه الحول فهل هذا صحيح وما هو الضابط لمعرفة المكيد والموزون من المحاصيل الزراعية وهل تدخل الفواكه بأنواعها في الموزون هذا تقدم الكلام عليه طيب إن الخضروات والبقول ليس فيها زكاة على القرن الراجع طيب وإنما الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخل وأما ما عداها فليس فيه زكاة إلا أن يبيعها النقود ويحول الحول على هذه النقود فإنها تزكى جزاكم الله خير إذن ما سمعه أخونا أو قرأ عنه صحيح يكون صحيح من بعض الوجوه لأن في بين العلم خلاهم في ذلك قد يكون قرأ قول من يرى تعميم الزكاة في كل ما خرج من الأرض نعم بقوله تعالى لا يؤل الذين آمنوا وأذكروا من طيبات ما كسبتم إما خجلالكم من الأرض لكن هذا يخصصه الأحاديث التي أوجبت الزكاة في المكيل والمدخل جزاكم الله خير وأحسن إليكم شخص يمتلك سيارات لمقد الماء والخضروات والبرادات والركب فهل على هذه السيارات زكاة وما مقدارها شخص يمتلك سيارات لنقل الماء والخضروات والبرادات والركب فهل على هذه السيارات زكاة وما مقدارها الزكاة التي تعد للأجرة ليس فيها زكاة تقصد السيارات السيارات เร��는 ماما السيارات التي اتهى للأجرة والنقل يقلب الركاب أو نقل البلائع ليس فيها زكاة في نفسها ولكن إذا حصل على شيء من أجوراتها وحال عليه الحول فإنه يزكي يزكي الأجورات إذا حال عليه الحول توفرت لديه جزاكم الله خير وأحسن إليكم شيخ صالح في الختامة توجه لكم بالشكر الجديل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان اللقاءنا في هذه الحلقة مع فضولة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار الألماء شكرا للشيخ صالح وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الريال الإذاعة برنامج نور على الدرب مرة أخرى شكرا لكم